السلام عليكم أخواتي كديري اللبس عليكم كدير المصحة تمنى تكونوا باخير والاخير اليوم اجبت لكم واحد الحلوة اسميتها ليديامونتين تجهيزوينة وتجيراقية في شكل ديالها وتقدر بعدة طرق في التزين ديالها تنتفنوا فيها كما بغينا عندنا المهم لاباس ديال العجينة عندنا هنا 340 قرام ديال الفورس مغربل عندنا 200 قرام ديال الزفدة من الاحسن تكون زفدة سبيسيال حيوانية اللي بغي يدير مارغان من يديرها ولكن هادي تجيبها بني نحسن عندنا هنا 100 قرام ديال سكوار غلاسي عندي هنا 61 قرام ديال اللوز بودرة الي شريتو ذاك اللي تيتشراء هيديك ما شريتوش اخدو غير اللوز في الدار ومسحوه مزيان وطحنوه 60 قرام اللي بغي يزيد في الكمية ممكن ولكن قدمزته في الكمية ديال اللوز غتنقصوه عندنا هنا جوج ديال الاصفار ديال البيض واحد المعالقة صغيرة ديال فاني واحد القبيصة ديال الملح هادي هي لاباس ديال العجينة وفي زين انا غنضير منها جوج ديال الاشكال واحد غادي نضيره بالقرقال مع المشماش مقطع طريفات صغير وشكل غادي نضيره بهاد البيبيدو شوكولة مع القهوة اللغوم ديال القهوة خلاص ستعرفوا بان الشوكولاتي يتمشى مع القهوة مزيان داب ندوزه ان شاء الله الطريقة دابا غادي نخدمه مزيان الزفدة دابا مع السكار بلاسي مع البودرة ديال اللوز باش تلق لنا دم ديال مزيان دا القشور ديال اللوز ونديو قصر ديال مليه ونديو قصر ديال مليه ديال اللوز ونخدم هاد شي مزيان والاحسن تكون خارجة متلاجة باش مسمحنناش بالخدمة باش مسمحنناش دابا زيتات السفردية للبيض نخلطو معه مزيان بعد نزيد الطحين نخلطو 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 ننقسمها على جوج سوف نقوم بإضافة القرقاء ونقوم بإضافة المشمش ونقوم بإضافة القرقاء ونقوم بإضافة القرقاء ونقوم بإضافة القرقاء بإضافة القرقاء ونقوم بإضافة القرقاء نضيفه هنا سوف نضيفه 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 ثلاث نضيفه نضيفه لاحقا نضيفه لوفم هقوة يمكننا السبعة نضيفه سوف ندخلهم اما المجمي اما الثلاجة سوف يبردو لنا مزيان وش الدروس عادا نخرجهم ونقطعهم سوف ندخلهم في الفيلم نفصل جيدا أن نضرب من foram مزيان ونقدرهم بما في الثالثства لنقطعهم there mc-finans ونحضر كاثبا وينجمew او لا ندخلوهم للتلاجة نبغينا نخليوهم مدى شوية طويلة لما في كونجيلاتور نخليوهم مش بزاك في جمدو لنوحد شوية وتنجبدوهم نجبدو المجمد سوف يشد راسو مزيان نبدو ونقطعو فيه نديرو شي شوية عريض مرقوش نقوم بزاكة نقوم بزاكة ونقطعو فيه لما يدفورما نقوم بزاكة هذا هو الشوكولات نستمرنا نكمل هذا ونقطعو فيه ونقطعو معكم شوكولاتور ونقطعو فيه ونقطعو فيه القرقع والمشماش نرمال مو هاد الديامانتين نديرو في البيض نديرو هكا البودان في البيض ونديرو فيه سانيدات كورقيقة هاد هاد الديامانتين المحروفين يديرو بسانيدة أنا لا أريد أن نديرو بسانيدة نقوم بسانيدة نجدها طبيعيين مرات أن نديرو في زنجلان أو في البابو أو شيء وقليل في نديرت هذه السانيدة لا تعجبني فشة تعدو تسبقى هذه السانيدة تغزغز هكا في الفم ونزيدو السكر لها الديامانتين من الأحسن نديرو هكا ولكن لك شيء اختياري اللي بغي يديرو يديرو ماشي مشكلة بغيت نقول لكم بأن الطريقة المعتمدة الأصلية تيتمرو في البيض و تيدوزو في سانيدة تكون رقيقة سوف نكمل و سوف نوريكم الشكل النهائي إن شاء الله ندير معكم محدة الحلوة الهلال مشوكة ستعجبني هكذا الحلوة و هي المفضلة عندي لدينا في المقادر 250 جرام زبدة و اللي بغي يدير مارغارين ماشي مشكلة غي هي اللي بغي يدير مارغارين غي يدير كاس مع هذه الزيت مارغارين ناشفة يدير معها كاس ديل الزيت أنا هنا درت غير أربع كاس عندنا معها واحد الكاس ديل الكوك و عندنا كاس ديل السكر غلاسي عندنا جوج معالق ديل النشا عندنا هنا جوج بيضات و صفر ديل بيضاء عندنا شوية ديل فاني شوية ديل الملح خمارة وحدة والطحين أنا غدي نعبر ليكم أنا ديرها 500 جرام هنا و أنا غدي نشوف ما غدي نخليه و غدي نقول لكم ما في الخر ان شاء الله نبدأوا الطريقة كما العادة غدي نديره الزيت سوف نتطلب على الزبدة و نزيد أبعد زبدة مرحة مرحة المرحة المرحة قليلا شوية كبار مرحة كاك أعطي نزيدها بموضة جيدة ونرجع معكم الزبدة جيدة نضيفها نضيفها 4 كم نضيفها الزبدة تكون مضيفة مضيفة نضيفها نضيفها من المضيفة الطريق الزبدة الزبدة نضيفها الكثير خوضة Pod نضيف هذا النشا نضيف الملح نضيف الملح نضيف الخمارة نضيف الملح 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 اشتو تجهي واحد شوية باس حالة دي اللي بصاب وفي ذا بغدين قطعها قطع وندوز باش نورقها معكم وتشوفوا الشكري كيفاش غدين نصيبها نغسلي دي ورجع معكم تحين تقريبا من نصف كيلو قوليا هدا تقريبا ونجوج مع معامريش مزيان فاتنا نديرو لجينة دي اللي بابين جوج ميكات باش تسهل علينا وتنبدا نورقو فيها ها نشدو حد الفورشيطة ونبدو نشوكو فيها بحلقه شو للينا في هاد الكخام بالفوق هاد الفرسيط دي اللي دي العجين هادي حلو زواقها منها سوف نديرو بواحد الكاس ونديروها على شكل هيلل هذا الشكل ونحطو في واحد الصينية بلا ما ندهنوها نديرو تلاقي اللي بابين كويسة بلا ما ندهنو لان فيها زبدة بلا ما ندخلو لالفران بنات هادي الحلوة اللي درت معاكم اليوم هادو اللي ديامونتين هادو اللي درناهم بالقرقاع والمشماش وهادو اللي درناهم بالبيبيت دو شوكولة راتيجيوه شاش وتيجيوه زوينين إلا بغيتو كما قتلكم تديروه في ساندة تديروه ماشي مشكل هادي حلوة الهلال المشوكا تاية تجيزوينه وهشيشة تجيب نينا جربوهم وتيجيوه زوينين وشاش إلا عجبوكم هادو الحلوة ما تنسونيش من لايك ومن بارتاج وديروه ليشي كومونتير زوين وخليتكم على خير تالفيديو الجاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر